طبعا من ناحية التصميم فعلا لوسيد تمام افضل تصميم تقريبا في العالم من ناحية التصميم الخارجي والتصميم الداخلي للسيارة السيارة رائعة جدا تمام يبقى السيارة دي سيارة رائعة جدا من ناحية التصميم وقواعد التصميم التقليدية هم كسروا قواعد التصميم التقليدية تمام وبدأ يعمل أشكال تمام ونسب وأبعاد للسيارات السيدان الفاخرة جدا تمام وبيديني تفاصيل أكتر عن التصميم الداخلي والتصميم الخارجي بيقول لي والله معامل السحب 0.197 والمواد المستخدمة والتشطيبات كلها مواد مستدامة ومن ناحية حيز التخزين زي ما احنا هنشوف تمام أكبر من أي حيز تخزين لأي سيارة كهربية تانية والسقف كله تقريبا زجاج الخاص بالسيارة الميزة الخطيرة كمان أن أنا أقدر أدخل أكتر في التصميم لو أنا ضغطت هنا على استكشف التصميم هيحمل وهيدخل فيه السيكشن الرائع جدا الخاص بتصميم السيارة يعني أنا أقدر يا شباب أنا أصمم سيارتي الخاصة التصميم اللي بيليق بيا من ناحية اختياري للتصميم الداخلي والمقصورة الداخلية والتصميم الخارجي الخاص بالسيارة كل شيء أنا أقدر أختار تصميم يليق بيا ويتناسب مع الشخصية بتاعتي طبعا الهيكل الخارجي زي ما احنا شايفين كده تمام للوسيد اير هيكل مبهر جدا من أكثر السيارات في العالم انسيابية وركز معها على كلمة انسيابية تمام قدرة الساحب زي ما قلنا 0.197 تمام التصميم بتاعها مستوحى من التصميم الأنيق للطائرات تحس ان انت ركب طيارة تمام تمام تصميم بشكل انسيابي استثنائي تمام طبعا ده مع وجود مستشعرات القيادة الزاتية تمام بيخليني تمام وجود المستشعرات مع الانسيابية اللي موجودة في السيارة بتديني الشكل وتصميم غير عادي تمام وزي ما احنا شايفين في فلسفة اخواننا في التصميم الخارجي للشكل الخاص بسيارات لوسيد اير لو احنا شايفين الاضاءة يا اخواننا من احد اهم الحاجات اللي تتميز بيها السيارة لوسيد اير لو انت شايف كده الانارة الامامية تمام الجزء ده في الانارة الامامية والانارة الخلفية شايف كده كلمة لوسيد كاملة في الانارة الخلفية تمام ده بتديني اضاءة خارجية للسيارة ومظهر بيكون مبهر في المصابيح الامامية طبعا بتكون كلها مصابيح امامية زكية سمارت وبتبقى عبارة عن مصفوفة من العدسات الدقيقة وبيخلي الاضاءة دي كمان بتخلق خلفية ممتازة ونور واضاءة جزبين جدا من خلال الانارة الخلفية والانارة الامامية من ناحية لون السيارة واختيار الطلاق تمام انت ممكن سيارة لوسيد اير تمام بتختار الالوان اللي تتناسب معاك طبعا التشطيب بيكون متقن جدا تمام وصقف السيارة كله مسقول برونق بلاتيني كامل تمام وبيديلك امكانية اختيار الالوان حسب ما بيناسب زوءك لو احنا شوفنا هنا اخترت ادي لون تمام بيديني درجة اللون وانا اقدر اشوف درجة اللون براحتي غيرت اخترت درجة اللون شايف بيتغير معايا درجة اللون الخارجي للسيارة كل ما بختار اهو تمام تكبرت كده تمام بيديلك درجة اللون ادخل شوف سيارتك هيبقى لونها ايه اختار لون سيارتك استمتع بالالوان الرائعة الجميلة اللي بيتوفرها لك السيارات اللوسيد اير تخيل ان انت بتختار حسب درجة اللون بتاعتك اللي انت بتحب تقتنيها وتختار الدرجة وتصمم السيارة زي ما احنا شايفين في الشكل تمام للالوان الداخلية والخارجية وانا اقدر اشوف شكل الطلاق الخارجي شكل كل شيء في السيارة تمام رائع جدا تصميم خرافي تصميم خرافي للسيارة ابدأ اشوف حسب اختياري لالوان التصميم لو انا هنا مثلا اهو هاختار تصميم ابدأ اشوف التصميم الخاص بسيارتي تمام صمم سيارتك حسب رؤيتك للتصميم وحسب الوانك المفضلة تقدر كمان تشوف شكل السيارة الرائعة من الداخل شايف شكل السيارة ازاي السقف كله ازاز المقصورة الامامية والمقصورة الخلفية واسعة جدا تقدر تختار الفرش الداخلي الخاص بالسيارة هتلاحظ لوسيد موجودة في كل مكان على السيارة زي ما انت شايف كده تلاحظ هنا محطوط تمام اسم المكان المستوحى او المستوحى منه الاجزاء الداخلية من التأفيل للسيارة اللوسيد فعلا تحس ان انت راكب طيارة مش سيارة بمقصورة رائعة جدا تقدر تختار كل شيء فيها زي ما بيقولوا هما في الموقع هنا دي مش مقصورة ده قصر يبقى القصر بتاعك اللي بتميز بالفخامة بتميز بالتصميم الغير اعتيادي من خلال لوسيد اير تعال نبدأ نشوف شكل السيارة بيكون مع بعض ازاي والتفاصيل الداخلية للسيارة شايف كده البود بتاع السيارة الخارجي بدأت اشوف السيارة من الداخل الكراسي والاجزاء الخاصة بالسيارة الموتور الكهرابي والكنترولرز او المتحكمات في العجلات والبطاريات من تحت زي ما انت شايف كده موجودة في السيارة اللوسيد طبعا الميزة الخطيرة في لوسيد اير تمام ان المساحة الخلفية بتبقى مساحة كبيرة جدا واسعة جدا دي بتكفي تلات اشخاص بلغين او شخصين تمام وبيبقى فيه التكاية او الجزء اللي بيسند عليه في النص ده وده بيكون مريح جدا وواسع جدا يعني هي تنفع تكون سيارة عائلية من ناحية مساحة التخزين يا اخوانا مساحة التخزين كبيرة جدا لو انت شايف كده تمام دي الشنطة اللي ورا تمام مساحة التخزين الخلفية مساحة التخزين الخلفية بصراحة يعني رهيبة شايف اقدر احط شنطة صفر الجزئين اللي في الجنب دول كمان اهو الجزء ده اللي على اليمين كمان والجزء التاني اللي على اليسار كمساحة تخزين كبيرة جدا تمام في السيارة طبعا لو احنا شفنا في بعض الموديلات في لوسيد اير حسب المساحات التخزينية الخاصة بالسيارة بتصل الى 627 لتر دي سعة التخزين الخلفية اللي احنا بنشوفها يعني انت السعة الخاصة بخلفية السيارة 627 لتر دي سعة التخزين الخلفية فهي مساحة كبيرة جدا انا ممكن انيم الكرسي اللي ورا ده واستخدم كمان الجزء الامامي في ان انا اخزم فيها اكبر قدر ممكن لو انت بصيت كده هتلاحظ ان الشنطة هنا تمام لو انت شلت الجزء اللي فوق ده هتلاحظ ان الشنطة هنا كبيرة جدا اهي وكمان دوينة لتحت يعني تقدر تحط اكبر قدر ممكن تحط شنطة ملابس كاملة في الجزء ده فليها عمق كبير تمام تقدر تستخدمه فيه عمليات التخزين فالصور دي بصراحة بتوضح ان فيه عندي مساحة تخزينية كبيرة بتفوق اي مساحات تخزينية لأي سيارة اخرى شايف الجزء الخلفي مساحته كبيرة جدا شايف الامارة كمان اللي بتبقى موجودة بحيث لو انا فتحت الشنطة الجزء الخاص بالباب اللي احنا شوفناه دلوقتي او الكرسي عفوا الخلفة ان انا انيم الكرسي وابدأ كمان استفيد بالمساحات الخاصة بالكرسي اللي ورا فيه ان انا استخدمها في عمليات التخزين او عمليات النقل لو انت شايف هنا في الفيديو مساحة التخزين الامامية اخواننا بتصل الى 284 لتر في سعة التخزينية الامامية مساحة كبيرة جدا مساحة التخزين الامامية ومساحة التخزين الخلفية طبعا من ناحية سقف السيارة فهو سقف زجاجي بالكامل تمام والتصميم بتاعه رائع جدا تعتبر السيارة مكشوفة لو انت شايف كده من فوق المنظر خطير تمام لو احنا بصينا هنا في الصورة دي السقف كله الخاص بالسيارة زجاجي تمام السقف كله زجاجي حتى الأجزاء بتاعت التثبيت للمراية الداخلية والجزء الداخلي متركب في الزجاج الخاص بسقف السيارة تمام وإيه لو انت بصيت هنا داخل الصورة دي تلاحظ ان انت موجود فعلا راكب طيارة مش راكب عربية تمام والسقف كله زجاجي بيدي لك تقلق تمام وتصميم وفخامة يعني في التصميم من ناحية التكنولوجيا فالسيارة اللوسيد اير بتحتوي على وسائل تكنولوجية عالية جدا لو احنا بصينا كده هنلاحظ ان السيارة فيها أربع شاشات شاشة على اليسار عند الديركسيون وشاشة في النص تمام والشاشة اللي على اليمين والشاشة اللي تحت اللي أنا بضغط عليها بتطلع تختفي جوه الواجهة الأمامية للسيارة فده من ناحية الشاشات يبقى فيها عندي فيه شاشات عرض في لوسيد اير أربع شاشات تمام فيها شاشة عرض رئيسية الشاشة دي أربعة وثلاثين بوصة شاشة كبيرة جدا هي من النوع الفور لا مش فور كي لا دي فايف كي فايف كي تمام والشاشة أربعة وثلاثين بوصة بتديلك اهي تمام قدرة على ان انت وبتتحرك تمام شايف كل شيء بوضوح وتقدر تعمل كنترول زي ما احنا شايفين كده بوضوح فيه عندي تقريبا ست قوائم رئيسية ويجيب لي شكل السيارة بيه جميع حسستاتها هنبدأ نشوف ايه المتاح داخل السيارة طبعا التصميم بيبقى تمام يعني حسب الطلب حسب ما انت بتطلب بيتم التصميم الخاص بيه سيارتك تمام من ناحية كل شيء طيب اربع توليفات من الالوان بعزوبة كاليفورنيا يعني هو بيدي لك الوان الجلد تمام الوان مختلفة ليه الجلد والمنسوجات والخشب تمام حسب التصميم الخاص بيك وفيه فلسفة كبيرة جدا تمام من فلسفات لوسيد فيه تصنيع الفرش الداخلي للسيارة تقدر هنا كمان تروح تشوف الاداء وتستكشف وسائل الاتصال والخصائص والمواصفات الخاصة بالسيارة والشحن ده كله ان شاء الله هنبدأ نشتغل عليه يبقى احنا دلوقتي دخلنا بس في ان احنا نعرف التصميم تمام لو رجعنا هنا الـ Air تمام لوسيد Air هنبدأ نرجع تاني للقائمة الرئيسية احنا بس دخلنا على التصميم وبدأنا نشوف ايه اللي موجود داخل